أتحول الآن لسارة السفير أحمد عبداللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام سارة السفير مساء الخير أولاً يعني كيف ترى إمكانية تحقيق مفهوم الأعمار المستدام بعد كل ما سبق من مشاركات شكراً جزيلاً فخامة الرئيس تحياتي احتراماتي أولاً في نقطة يعني أحب أوضحها إعاية الأعمار لفترة طويلة لم يكن أولوية للمجتمع الدولي المنظومة الدولية للسلم والأمن ترتكز على منع النزاعات ثم تسوية النزاعات من خلال جهود التفاوض والوساطة ثم الوصول إلى هدنة وقف إطلاق النار واتفاق سلام فقط وده ظل الوضع للسنوات طويلة إنما أدرك المجتمع الدولي مؤخراً أن هذا ليس غير كافي لتحقيق استدامة السلام وهذا أول نقطة أحب أركز عليها إن إعاية الأعمار لابد أن تكون أولوية في العمل الدولي والإقليمي والحقيقة أن مصر كان لها دور ريادي في إعادة توجيه منظومة عزل الأعمال الدولي لتجعل من إعاية الأعمار أولوية حالياً في الأمم التحدة مصر بترقص لجنة بناء السلام وكهاز الرئيسي للأمم التحدة لدعم الدول الخارجة من النزاعات على مستوى الأفريقي السيد الرئيس يتولى ريادة إعاية الأعمار في الاتحاد الأفريقي وأطلقت مصر الشهر الماضي مركز إعاية الأعمار للاتحاد الأفريقي الذي سيكون مقره في القاهرة وهذا المركز سيكون لدور كبير في نقلة نوعية للعمل الأفريقي في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات أفضل ممارسات بناء القدرات في عام 2019 لما مصر رأس الاتحاد الأفريقي أطلقت منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين برعاية السيد الرئيس وهو منصة لدعم جهود بناء السلام وتسوية النزاعات في القارة الأفريقية بمبادرات عديدة قيادة سياسية مصرية جعلت من إعاية الأعمار أولوية وطنية دولية وإقليمية ونرى أيضا على مستوى الأرض الواقع ومستوى المادي الدعم المقدم من مصر للدول الشقيقة العربية الأفريقية في البنية التحتية في غزة تم مشروع الضخم 50 مليون دولار الذي أطلق مرحلته السنية في ديسمبر الماضي ولكن أيضا البنية التحتية في العراق في لبنان في جنوب السودان سوريا إسهام ملموس وعلى أرض الواقع لمصر في الدول التي تواجه خارجا من النزاعات عديد مؤسسات الدول المصرية بتساهم أيضا ببناء القدرات كوادر هذه الدول وصحيح هذه الدول كوادرها بتنظر لمصر تجربة نجاحة في السامات الماضية تجربة تم فيها تحقيق الاستقرار قضاء على الارهاب بنية التحتية تمكين المرأة والشباب فهي تجربة متكاملة بنعمل على نقل خبراتها وخازي الخبرة المصرية للدول الثانية يمكن نقطة أخرى موضوع التمويل كلمنا عليه أن التمويل ليس كافي بالنسبة للإحتياجات هذه الدول ودي تحدي حي وده أولوية المصر في خلال رئاسية ترجمة بناء السلام دعم التمويل الدولي لبناء السلام تمويل أمم التحدة كله بيعتمد على مساهمات تعوعية للدول المناحة المختلفة وده ليس بالكافي وشفنا في إجراءات تعافي كورونا في مليارات من الدولات يمكن أن تضخ لهذه الجود ودي مسؤولية كبيرة على الدول المتقدمة خاصة وهي لاجب أن ترى أن استثمارها في إعادة الإعمار هو أيضا استثمارها لمنع والتصدي لتدعيات النزاعات وفشل إعادة الإعمار مثل النسوح القصري والهدر الغير الشرعي ولكن سيد سافير هل ترى بأنه لابد أولا من تحقيق تسوية سلمية على الأرض لكي تبدأ عمليات عادة الإعمار هي من الصعب نرى أن هناك جهود تسوية سلمية وتواجه الصعوبات وتواجه التحديات ولابد أن الأعادة الإعمار يبدأ في نفس الوقت تقريبا نرى هذا في دول كثيرة أن يتم الوصول إلى التفايل السلام لما لا هذا لا يؤدي إلى انتهاء التوترات والعنف وجهود الأعادة الإعمار لازم تبدأ مبكرا بخطة واضحة طويلة الأجل لمواجهة هذه التحديات أخيرا موضوع مهم جدا هو موضوع بناء القدرات سيد رئيس تحدث أن في مواجهة تغير المناخ هو الإنسان له دور رئيسي وأساسي وأنا أعتقد نفس الحاجة في إعادة الإعمار الإنسان له هو دور الرئيسي الموارد البشرية الموارد المادية المالية ليست كافية بدون وجود كوادر مشاريع مدربة لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار لوضع الخطة الطويلة للأجل كوادر لها رؤية وطنية في هذا المجال ويمكن ده لما نبص على التوصيات لما ننظر في المنطقة العربية هناك محدودية كبيرة في البرامج التدريبية والبناء القدرات خاصة للشباب في مجال بناء السلام وإعادة الإعبار ومن ده مركز القاهرة يكون بإعداد برنامج مخصص للشباب في هذا المجال علماً إن الشباب زي ما تقال هم أكثر تضرراً من النزاعات وفي نفس الوقت هم عندهم أفكار وحلول مبتقرة لمواجهة هذه التحديات أشكر ساتك شكراً جزيلاً سارد سفير أحمد عبداللطيف مدير عن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام ترجمة نانسي قنقر